نصيحة جديدة نصيحة الهدف منها هو أن تقسموا معكم مجموعة هذه الطرق مجموعة هذه الأساليب اللي غادي إن شاء الله تعاونكم بواحد شكل بسيط جدا في التعامل مع الوليدات والتربية ديالهم بشكل إيجابي بدون ضغوطات إذن أيوب شنو اليوم أبرز النصائح لممكن تقسموها مع الأبا والأمهات وإحنا كنا نعرف طبعا المجموعة دي الأباك يعني من ضغوطات مختلفة فواش كن بعض النصائح العملية ممكن اليوم تقسموها معهم إن شاء الله بطبيعة الحال كين خمسة ديالنصائح خمسة ديالأساليب إن شاء الله اللي التزمت بها غا انتفادت ضغوطات وبطبيعة الحال حنا الآباء كان حاولوا انتفادوا الضغوطات كان حاولوا انتفادوا العصبية ودي ما شعر ديالنا لا للغضب لا للعصبية لا للصراخ والضرب إلا بويت نعيش بدون صراخ بدون عصبية بدون ضغط تجد التزمادة خمسة الأساليب إن شاء الله وسيكون لتربية سليسة سليمة وسيكون مرتاح والدي س متعبس في تربية إن شاء الله سليمة فالتقط الأولى التي نصح بها هي العلاقة الزوجية تكون جيدة بالطبيعة للأن يكون لتربية سليمة ستكون في الحد المناخ اللي جيد نحرص على أن العلاقة مع الزوجة ستكون سليمة إذا كان أحد الأزواج حديث في الخط ديال تربية مزين تربية المزيدة بتكون مزيدة ما هو البحث'. خلقه الدعم النفسي بالتشجيع ولمده هو الدعم النفسي اللي ياني به. الحاجة الثانية هو اللعب وما أدرك من اللعب في بناء العلاقة وانا علاقتك مع ولداتك تكون مزيانة ويكون خزاني الحب ممتالي وبالتعبير لفضيان وبالأفعال من خلال الحضن من خلال العناق الحاجة الثالثة هو أنك تكون قدوة القدوة الولدي هو أنني مني نصحب شي حاجة نكون أنا كنديرها وعارف أن الأفعال ولداتنا يأخذوها كثر من الأقوال لديونا يعني يونيك يعلمون أيami maliamي ber 뭔 حاجة التي يكون أنا كنقرها وعارفنا البقول يعني منيك نعلمون بلفعل وليس بالقول نعم نعم إذا الأفعال الرابعة حاجة الرابعة الفلعاب هو الحوار، الحوار من الأمور أساسية وخشت السيا وأيẻ كأتيان يومية إن شاء الله باش التربية تكون سليمة غير حوار يجبك أكتشر في المشاكية وتحلها و ق تعري فاول تتفهم و تعناقل المراحل العمرية لولده وكتعرف إم تتبدل سلوك تتربية كتعرف إم تتصحح إم تتقد أمورك الحاجة الخامسة والأخيرة هي مزاولة الرياضة والرياضة من الأمور المهمة باش نتخلص من الضغوطات ونتخلص من تلك الطاقة السلبية فنمارس الرياضة مع ولداتي بها كنلعب معهم بها هم كيرتاحوا كيتخلصوا من الضغوطات السلبية وبيها حتى تنتخلص من الضغوطات السلبية وكنعيش واحد الجو زوين مع ولداتي خمسة دي الأساليب إن شاء الله إذا التزمت بها ستكون تربية سليسة و ستكون زوينة إن شاء الله إن شاء الله أيوب وشكرا لك إذن كنذكر خمسة دي الأساليب خمسة دي الطرق سهلة جدا إلا اعتمتها